وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم استشارات والذي تقدمه مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية هذه الحلقة خصص الحديث فيها عن أمرين هامين في الحج هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومبانيه العظام الحج إلى بيت الله الحرم حديثنا عن أمرين هامين الحقيقة لا يمكن أن يذهب حاج وينطلق في هذه الرحلة المباركة دون أن يتفقه فيهما ويعرف الأحكام المرتبطة بهما أولهما المواقيت وما أدراك ما المواقيت هناك مواقيت زمانية وهناك مواقيت مكانية وعلماؤنا وخطباؤنا ودعاتنا ولله الحمد دائما على المنابر وفي الحلقات وفي الدروس انتبهوا هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية طيب الحقيقة الموضوع شيق الحقيقة والإنسان يحب مثل هذه العنوين الجميلة التي هي مقدمات الحج وبداياتهم يعني مستحيل واحد يذهب إلى الحج دون أن يعرف أن هناك مواقيت زمانية ومواقيت مكانية وإلا هذه المواقيت ما شدعت إلا لتعلمنا أمورا كثيرة الانضباط الالتزام أيضا سماحة هذا الدين وتيسيره كما سيأتي إن شاء الله الكلام لكن دعونا الحقيقة نقف مع هذا الاستطلاع الذي أعده الإخوة القائمون على هذا البرنامج جزاهم الله خيرا لنعرف ما المواقيت الزمانية والمكانية من حديث الإخوة الذين سئلوا هذا السؤال ثم نعود استشارات بالنسبة للزمانية من شهر شوال بداية شهر شوال إلى عشر ذو الحجة أما بالنسبة للمكانية فهي تتوزع وتتنوع حسب المنطقة اللي قادم منها من كل بلد مواقيت الحجة الزمانية تبدأ من بداية واحد شوال إلى عشر ذو الحجة مكانها طبعا مكة المكرمة طبعا الزمانية بداية من شوال وذو القاعدة وعشر من ذو الحجة هذه بالنسبة للزمانية المكانية تختلف كل بلد له ميقات عندك الزمانية شوال وذو القاعدة والعشر الأوال من ذو الحجة تمام وعندك المكانية عندك الجحفة ويلملم يلملم لها للعراق أعتقد وعندك الطايف وعندك كمان جدة تعتبر مكانية كمان كمان باقي كمان كثيرة مواقيت الحجة المكانية ذو الحليفة ويلملم وقر منازل والجحفة مواقيت الحجة المكانية الزمنية شوال من شوال إلى عشر من ذو الحجة من شوال عشر رزو الحجة والمكانية يم يم وقرن المنازل دول اللي فكروا من ذو الوقت بالنسبة للمواقيت الحجة الزمنية هي ابتداء من شهر شوال لحد عشر رزو الحجة ودي الفترة بتاعت الحجة وبالنسبة المكانية هي عبارة عن وادة لملم والجحفة وادة المنازل صح يعني تقريبا هم ذو الفكرهم يعني الجحفة ذو الحليفة ذات عرق يلملم اللي هي السعدية الزمنية الزمنية طبعا من عشر ذو الحجة من عفوان من شوال إلى عشر ذو الحجة استشارات الحمد لله الحقيقة ما شاء الله الإخوة إجابتهم في الفقرة الأولى المواقيت الزمنية ما شاء الله يعني مجمعون عليها لكن المكانية يعني هناك تفاوت يمكن الواحد يحفظ الميقات المكانية الذي جرت عادته أن يمر عليه والحقيقة يدل ما شاء الله على يعني السعاه وعلى معرفة فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان نعم المواقيت الزمنية هي كما ذكر الإخوة وهذا هو الكلام الصحيح تبدأ من واحد شوال إلى عشر ذي الحجة يعني شهران وعشرة أيام شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة طيب لماذا نقول هذا نقوله لمن مثلا في حق المتمتع نحن قلنا أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج في ذلك العام لكن لو فرضا أتى بعمرة مثلا في رمضان وبقي وجلس مثلا في مكرا وقال سأحج هل أعتبر متمتع لا نقول لا نعدك متمتع لا بد أن تأتي بها في أشهر الحج تأتي بها من واحد شوال إلى عشر ذي الحجة لو فرضا قارن وهذا قد يكون صعب أن يبقى في إحرامه طيلة هذه المدة لو فرضا جاء في رمضان قارن وجلس في إحرامه إلى وقت الحج وإن كان هذا في صعوبة جدا لكن لنفرض هل يعد هذا نقول يعني يعني لا يعني القارن له حكم مستقل يعني في مثل هذا لأنه سيلتزم حتى ينحر هدية حتى ينحر هدية لكن نحن نتكلم عن المتمتع يعني لا بد أن يأتي بعمرته في أشهر الحج في شوال في ذي القعدة في العشر الأول من ذي الحجة ثم بعد ذلك يحرم بالحج هذه هي الأشهر الزمانية أم أو المواقيت الزمانية الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هناك مواقيت مكانية في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل وهما يسمى الآن بالسيل الكبير وفي أعلى منه يسمى وادي محرم وقت لأهل نجد technologies ويسمى الآن السيل الكبير وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ويسمى الآن أبيار علي ولكن التسمية الصحيحة هي ذا الحليفة أما قول إن علي رضي الله عنه قاتل الجن عند تلك الأبيار هذا كلام غير صحيح وهو من الخرافات التي يتداولها بعض الناس والصحيح هو الاسم هو ذا الحليفة ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل الشام الجحفة ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل الشام الجحفة ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يلملم وتسمى الآن كما قال أحدهم قبل قليل السعدية ووقت عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن يلملم ثم قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد الحج أو العمرة لكن لنفرض واحد مثلا أتى وهو لا يريد الحج والعمرة واحد يريد يزور صديق له في مكة أو واحد عنده معاملة معينة بروح راجعة في مكة أو واحد كذا قال أنا بروح أصلي في الحرب هل يجب علي أن أحرم؟ هل يجب علي أن ألبس الإحرام وإلى آخره؟ نقول لا أبدا النبي صلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهم ولو من غير أهلين كما جاء في بعض الروايات ولو من غير أهلين ممن أراد الحج أو العمرة يعني نفرض شخص مثلا من أهل الرياض ذهب إلى المدينة زيارة المسل النبوي أو عنده عمل هناك وأراد العمرة هل نقول ارجع إلى قرن المنازل السيل الكبير وأحرم لا لا خلاص أحرم من ميقات المدينة وذهب ومثل لو أن واحد مثلا من أهل المدينة ذهب إلى جنوب إلى جازان أو إلى نجران مثلا أو إلى اليمن وقضى له عمل وأراد أن يأخذ عمره هل نقول اذهب ارجع إلى ميقات المدينة وأحرم منه ثم تعالى هذا في مشقة وفي كلفة بل نقول أحرم من يلملم وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقت لأهل العراق ذات عرق الحديث عند أبي داود والنسائي فأهل المشرق يحرمون من ذات عرق والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهم ممن أراد الحجة أو العمره طيب في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال ومن كان دونهن فمهله من بيته من مكانه الذي هو فيه نفرض الإنسان ساكن بين الميقات وبين مكة هل يرجع وراء ويحرم من الميقات لا يحرم من مكانه يعني مثلا أهل الجموم أهل مثلا بعض المثناطق التي بين يعني بين مكة وبين الميقات هو ساكن في النصف يرجع وراء لا لا نقول أحرم من مكانك وأنطرق قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة أهل مكة يحرمون من مكة إذن هذه هي المواقيت المكانية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أشرت آني فأنا أي وريخ وقبل الاستطلاع أنني قلت أن هذه المواقيت تعلمنا الانضباط تعلمنا الترتيب الإسلام والله الحمد دائما يعود المسلم على الانتظام وعلى الترتيب ثم هي أيضا مواقيت سهلة ويسيرة وعليها لوحات وإرشادات وهناك جهود وخدمات قامت بها الدولة جزاها الله خيرا ووفقوا لا تأمرنا لما يحب ويرضى جهود منوعة خدمات يعني الصحية خدمات بيئية خدمات شرعية أيضا ما تقوم به رئاس سريفتة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة للإرشاد من الخدمات الجليلة في توعية الحجاج وإرشادهم ثم أيضا نحن في هذه الأزمنة وهذا ديننا والله الحمد صالح لكل زمان ومكان يعني معظم الحجاجة لأن يأتهم بالطائرة هل نقول إنزل في الأرض وأحرم من الميقات لا اللهم لك الحمد إذا حذيت الميقات والطائرات الآن يعلن فيها سنمر على الميقات من أراد الحج والعمرة بعد نصف ساعة هذه جيدة يذهب للإنسان إذا كان يرغب يكون قد لبس إحرامه وهو قبل أن يركب الطائرة لا حرج يلبس الإحرام وهو في الطائرة فلا حرج وإن كان في ضيق الأحسن يستعد قبل لكن لو أراد أن يلبس إحرامه في الطائرة لا حرج ثم إذا قرب الميقات نحن الآن نمر على الميقات خلاص يلب فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وهذه نعمة كبيرة جدا أننا لا نكلف الحجاج والعمار أن ينزل في الأرض حتى يحرم لا نقول اللهم لك الأمر يسير والأمر سهل ولله الحمد تستطيع أنك تحرم وأنت في الطائرة تقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا على حسب النسق الذي أنت متوجه إليه إذن هذا يعتبر جزء أو نصف الحديث في هذه الحلقة حول المواقيت الزمانية والمكانية الجزء الآخر الحقيقة حول محضورات الإحرام هذه الرحلة رحلة عظيمة رحلة الحج ثوابها عظيم وأجرها جزيل هناك محضورات الحقيقة نوين عنها ليست اعتباطا وليست تشددا ولا تعنتا لا والله وإنما هي الحقيقة ليكون الحاج مستعد استعداد تام للحج وليكون أيضا متخليا وكما سنذكر إن شاء الله هذه المحضورات مشتركة وبعضها للرجال وبعضها للنساء تعود الحاج أن يتخلى عن الترف وعن لذائذ الدنيا وعن ملاهيها وأيضا حتى يكون الحاج أيضا منصرف للحج لا ينشغل بالصيد ويضيع وقته يلاحق طيور أو حيوانات ويصيد هذا إذا وضعت إذن مصلحة الحج والحكمة في شرعية الحج وإلا حاشا وكلا أن يكون فيها تشديد أو تعند علماؤنا رحم الله أمواتهم وفق أحياءهم قسموا محضورات الإحرام بعد استنباطها من الكتاب والسنة إلى ثلاثة أقسام قسم يشترك فيه الرجال والنساء قسم يختص بالرجال قسم يختص بالنساء قالوا أما القسم الذي يشترك فيه الرجال والنساء فهو إزالة شعر الرأس أو من جميع أنحاء البدن نعم قبل الإحرام من السنة للإنسان يزيل الشعر في بطيه ويعني يقلم أظافر هذا السنة لكن إذا أحرم لا يجوز له أن يزيل الشعر لا بالنسبة لا للرجل ولا للمرأة إذن هذا أمر مشترك المحضور الثاني تقليم الأظافر لا يجوز أيضا لا للرجل ولا للمرأة أن يقلم أظافره بعد الدخول في النسق أما قبل الدخول في النسق فنحن نقول نعم إنه سنة وهذا أمر طيب وعمل صالح والتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثالث أو قصر المحضور الثالث استعمال الطيب سواء في البدن أو في الإحرام للرجل والمرأ أيضا لا يجوز استعمال الطيب لا في الإحرام ولا في البدن الأمر الرابع الجماع ودواعيه كعقد النكاح والخطبة لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كل هذا الجماع كل هذه كما نلحظي أخوان كل عشان ثاني يكون متفرغ مستعد متوجه لهذه الرحلة المباركة المحضور الخامس أيضا قتل الصيد ما في شكل إنسان لو فرض أن الرجل امرأة حاج ومعه بندقيته ويتابع الصيد كما جاء في الحديث ومن تبع الصيد غفل سيغفل ولا شك ويكون قلبه متعلق ويضيع وقته ومتوجه له الرحلة المباركة رحلة الحاج فكيف يشغل نفسه بالصيد أيضا الأمر السادس لبس القفازين للرجال والنساء لا يجوز أيضا لا يجوز لبس القفازين بالنسبة للرجال والنساء إذن هذه ستة محضورات مشتركة نعيدها إزالة الشعر من الرأس أو من جميع أجزاء البدن تقليم الأظافر استعمال الطيب الجماع ودواعيه قتل الصيد لبس القفازين لبس القفازين على اليدين لبس القفازين على اليدين هذه مشتركة بين رجل المرأة القسم الثاني ما يخص الرجال دون النساء وهما أمران لبس المخيط بالنسبة للرجل لا يجوز أن يلبس المخيط كالفنيلة السروال الثوب هذا لا يجوز له أما المرأة لا بد لا بد أنها تلبس لا حرج عليها والحمد لله لكن لا تلبس لباسا فيه زينة لكن تحديد اللون بأخضر أو أسود هذا لم يلد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المهم تلبس لباسا ليس فيه زينة أما بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط الأمر الثاني تغطية الرأس بملاسق المرأة نعم تضع عباتها على رأسها وخمارها لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس مثال طاقية أو الشماغ أو العمامة لقال العلماء بملاسق أما لو كان غير ملاسق مثل سقف السيارة سقف الخيمة مظلة يمسكها يتقي بها حر الشمس هذا لا حرج عليه إذن أمران يخصان الرجال في المحضورات لبس المخيط الأمر الثاني تغطية الرأس بملاسق وعندما نقول ملاسق يعني يخرج به الشيء غير الملاسق مثل كما قلت سقف السيارة الخيمة سقف الخيمة المظلة ونحو ذلك هناك محضور ثالث هناك يعني محضور خاص بالنساء وهو لبس النقاب وهو لبس النقاب لقول النبس السلام أن نهية المرأة عن لبس النقاب وعن القفازين عن القفازين في اليدين أما كونها تلبس تلبس شراب في قدميها هذا لا حرج عليها لكن إذن المرأة تختص بمحضور وهو لبس النقاب لبس النقاب قال على السلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين طيب لنفرض أن إنسان وقع في محضور من هذه المحضورات أولا لا يجوز الحقيقة لا يجوز التساهل والتلاعب أن الله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن تقوى جل وعلا أن نلتزم بشارع لكن لنفرض أن الإنسان وقع ضرورة أو ما علم أو يعني المهم فإنه يخير بين ثلاثة أمور إما أن يذبح كبشا ويوزع على فقراء الحرم أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم لقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الصيام كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أو الصدقة إطعام ستة مساكين والنسك ذبح شات توزع يعني الإطعام ستة مساكين والشات هذه توزع على فقراء الحرم أما الصيام ثلاثة أيام فإن الأمر واسع يصوم في مكة أو إذا رجع إلى أهله علينا أيها الأخوة أن نتفقى في الدين وأن نعظم شعائر الله وأن نستفتي أهل العلم فيما يعن لنا حتى نعبد الله على بصيرة وأن يكون حجنا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا كسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر